من المعلومات المغلوطة او الاشعاعات بردو قصت اكل قبل التمرين او اكل بعد التمرين اصلا لو كانت ام قبل التمرين هحرى الاكليل لو förstbe واش travaille الل Ned فالموضوع دة ايش صح في؟ دعنا نكون متفقين لازم اكل قبل التمرين ولازم اكل بعد التمرين اولا انا برايح الجيم عشان اهدم مش عشان ابن يعne انا كلت وجبة لازم تكونن ازار جبب بتاعتي فيها نسبة نشويات وفيها نسبة بروتين وفيها نسبة فات عشان التلاتها بتمك viache بعض النشويات عشان الطاك والبروتين عشان نسبة المسلز والفات بيكملوا الاتنين اذا انا بروح الجيم باستخدم التلاتة دول كمصدر طاكة بالنسبة لي وابتدي بعد التمرين طب انا عملت هادم عايز ابني بقى ايا ان كان هدفي فعلا اللي باضطر استخدمه اضطر اخد واجب وورلو فيها نشويات عشان باسترجع الطاكة بتاعتي والجليكوجين اللي خلص وباستخدم البروتين عشان اقدر اعمل بلدن المسلز بتاعتي طب اي تاني معلومات مغلوطها احنا ما عندناش فكرة عنها في الجن في تاني اكتر معلومات مغلوطة اللي هو انا اخش الجيم مثلا عشان هلعب بوزن ده عشان يتخسسني ووزن ده بيضخم اللي هو هاد مثلا بوزن خفيف تكرارات كتير تايما الناس معتقدة برضو ان ده صح خلينا نكون متفقين ان انت اصلا قوم بتخش الجيم المتحكم الاساسي في زيادة الوزن او خسارة الدون هي الصغرات بتاعتك كالوري اين كالوري اوت زي بقول الشيء اللي هزيد عن حده هتقل بيضي انا حضرك مكتوب لك الفين صغرات حرارة تقول لي اليوم فانت خدت الفين ومية او الفين ومتين فانت اصبح كده تتكلم فاني وزنك هيزيد وانا كده مش هدف طب انا خدت نفس الالفين انا كابا اعمل بنتين ويدي انا بحافظ على نفس الوزن بتاعي طيب خدت اقل وعملت العجز بتاع السغرات كده انا بعمل ايه عايز اخسره هوا اخسر وزن طيب هل من ضمن الحاجات اللي بتساعد فيه خسارة الوزن هو شرب المياه الكثير؟ بالزبط يعني دي مش شقعة لا كوتل شرب المياه عمتا بيعلي معده الحرق طب الشقعة التالتة بقى لشان نلعب انكلم على عشر شقعة الشقعة التالتة؟ الشقعة التالتة لا احنا في الستة ديو احنا في الستة احنا كده ادغلنا الرابع على الخمسة انت قريد قولتها الستة الاشاعة الاشاعة الستة فكرة برضو المكملات احنا تكلمنا فيها وتكلمنا في حور المياه طب فيه شقعة دايما بس مش عارفة دي داخل الجيم ولا منينا احنا دايما تلاقي حد بيقولك ايه انا ما بحرقش انا حرقي ضعيف جدا هل دي بقدر نصر على الناس اللي ما عندهمش مشاكل في غضة او حاجة هل فيه ناس فعلا ما بتحرقش وعندها مشاكل في الحرق ولا ده اي كلام؟ طب اهو فعلا ممكن تكون فيه مشاكل في الحرق بقدر نصر عنده مشكلة في الغضة ولا ما عندهش بس ممكن بساعتها احنا بنضطر بنراجع الجدول بتاع التمرين بتاعك بنرجع شهد التمرين هل هي فعلا مناسبة لنشاطك اليومي ولا هي مش مناسبة بناء عليه بنقدر نتكرر حضرك ان المعدة الحرق عندك فيه مشكلة ولا ما فوقش مشكلة فيه شخصة مثلا بداخل الجيم بيلعب في التليفون بيقولك انا بتمرنش انا مش بزيد طب وحدك ما قددتش التمرين حقه طب انت موزعب على الاكل بتاعك؟ لا طب منتظر ايه؟ بازال مش يبقى فيه نتيجة فبنتظر سعيتها الكوتش او الدكتور بيقعد مع الكلينت ويفهم منه نشاطه اليومي ماشي ازاي وبناء عليه بقدر اكرر هل فعلا هو عنده مشكلة ولا ما عندهش مشكلة طب السكريات والعصائر والكلام ده كله اثناء التمرين هل ده شيء مفيد من نبقى محتاجين كاربس وسكر ولا لا اخد الكاربس بتاعتي مثلا من البطاطس من حاجات تانية وابعد تماما عن السكريات ولا برضو بكون محتاجاها لو انا بتمرن بشكل يوم طول ما انا موفي احتياجي من الاكل على مدار اليوم مش محتاجه اخد حاجة زيادة نمنع يعني السكر ونمنع العصائر والكلام بالظبط برضو مش عايزين نقول نمنع بصفة اسية لاني في ناس برضو مش هتقدر تمنع ده بصفة اسية بس ممكن نبدله بحاجات بادلة للسكر انما انا في الجيم او عموما باتطربت اي حاجة فيها معجنات المعلبات السكريات طبعا لفضل نبت عنده كله طيب انا مقدرتش في بداية الليها بكون طبيعي اقدر استخدمها على مدار اليوم بتاعتي طيب او قبل التمرين بقى بطاطة بطاطس طيب معلومة انه يعني اما بمارس الجيم بالكسافة وجسم يبقى مشدود وفيت وكل حاجة هل فعلا لما بتوقف عن الجيم لفترة طويلة العضلات دي بتتحول لدهون فعلا عضلات الجسم تتحول لدهون لا اولا تكوين العضلات مختلف تماما عن تكوين الدهون يعني دي برضو اكذوبة بالزبط تمام كنت اكلم فاور دلوقتي